طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لا يعني قطاب المتعلق بمصرفات المدارس الخاصة وإلغاء الزيادة التطبيق بأثر رجعي أو التطبيق الفوري قبل إعلان الوزارة عن منظومة جديدة لحكومة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية في مطلع عام 2021 وأضاف الوزير على صفحته الخاصة بالفيسبوك هذا القطاب الداخلي بيهدف إلى إبلاغ المدريات بقرار لجنة التعليم الخاص والدولي ولم يكن بيانا إعلاميا بيعقب مثل هذا الخطاب تعليمات تنفيذية أخرى ولكن سارع الكثيرون إلى تفسير ولذلك واجب علينا التوضيح وتستمر الأوضاع على ما هي عليه خلال هذا الترم انتظارا لما سوف يتم إعلانه في مطلع عام 2021 من دوابط جديدة بيلتزم بها كل الأطراف وأكد الوزير سوف تعلن الوزارة عن مجموعة كبيرة من دوابط صارمة مع أسلوب تطبيق محكم لحكومة المدارس الخاصة والدولية في أوائل شهر يناير 2021 وبيعبر هذا القرار الداخلي عن تفاهم الوزارة لما يلاقي بعض أولياء الأمور من صعوبات في بعض المدارس الخاصة والدولية خصوصا في زل جائحة كورونا التي نعاني منها جميعا هذا العام وقدعت الوزارة منذ أيام أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية إلى احترام العلاقة التعاقدية المتفق عليها منذ بداية العام وتابع ازتهيب الوزارة بأصحاب المدارس الخاصة والدولية بأن يقدموا كل أنواع التسهيلات المالية لأولياء الأمور في هذه الفترة الصعبة سواء فيما يتعلق بنسب الزيادة أو إلغاء الزيادات بالكامل وكذلك تسهيل الدفع عن طريق إقصاد خلال العام الدراس الحالي وأن تعلن كل مدرسة رسميا عن التسهيلات التي تقدمها لمعاونة أبنائها ودويهم خلال هذه الأزمة العالمية فيما فسرت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم المقصود بعدم إضافة شريحة الزيادة على مصرفات العام الدراس الحالي قائلا المبلغ الذي تم دفع العام الماضي هو نفسه الواجب تحصيله هذا العام وليس له شأن بمبلغ الشريحة المنصوص عليها في الكتاب الدولي وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لليوم السابع أن المبالغ مختلفة والشرائح أيضا مختلفة وإجمالا لا يوجد أي شرائح زيادة لجميع المدارس الخاصة والدولية لهذا العام لافتة إلى أنه يوجد قرار آخر بتحصيل المصرفات على أربع أقصاد متساوية وعلى فترات متساوية بتبدأ من 1-9 ومع بداية العام الدراسي وكشفت المصادر أن المدارس التي حصلت المصرفات بالزيادة خلال الفصل الدراسي الأول يتم احتساب الزيادة خصما من مصرفات الترم التاني وكانت الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت إلغاء نسب الزيادة المقررة في مصرفات العام الدراسي الحالي وأوضحت الوزارة في خطبها بأنه بشأن الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى التأثر السلبي على اقتصاد الدولة تافة فقد اقترحت الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري إما بتخفيض المصرفات العام الدراسي 2020-2021 أو الاستمرار بتحصيل مصرفات التعليم والنشاط على عام 2019-2020 وأكدت الإدارة أنه تم عرض المقترحات على اللجنة المركزية للتعليم القاس بجلزتها المنعقدة في 1 أكتوبر والمعتمد محضرها من الوزير وقررت اللجنة وقف إضافة نسبة الشريحة للعام الدراسي الحالي